السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معيكم باشمانس محمد عمر من قناتكم الشراء ودزاين النهاردة هنبدأ في اول حلقاتنا في كورس الدي فايب رندر احنا بالفعل خلصنا الكورس اللوميون خلاص وهتلاقي البلاي لست بتاعته على القناة يا ريت تروح تشوفوه لو حابين ولو مهتمين بالدي فايب دي ان شاء الله هتكون بداية كويسة ليكو هنتعلم النهاردة الوجهة الرئيسية الدي فايب رندر ازاي نعمل مشروع جديد ازاي نفتح فايضات الكلام ده كله الفيديو ده هيغطي طيب نبدأ باول حاجة اول حاجة اه دي فايب رندر دي سا عامل الابديت من كام يوم بقى في حاجة اسمها دي فايب لانشر تمام الدي فايب نفسه قبل كده كنت بتدوس على دي فايب رندر كان بيشتغل على طول الخلفية دي تمام هي البرنامج عادي جدا وكده تمام ولكن بعد الابديت بقى في دي فايب لانشر ودي فايب رندر تمام فلوين انت ما عملتش اخر ابديت مش هتلاقي عندك دي هتلاقي عندك دي فايب رندر على طول دي فايب رندر دلوقتي ووظيفته انت مجرد ما تدوس وبيفتح مشروع من الصفر الاطماتيك على طول بدل ما تخش وتعمل مشروع جديد لأ انت بدوس دي فايب رندر يفتح المشروع الجديد على طول فاحنا هنشرح دي فايب لانشر الاول عشان ندم به بعد ذي كان يعمل مشروع جديد طيب اول ما بفتح الوجهة بتاعته بشوف كزا حاجة على الشمال في عندي الهوم والوركفلو والبروجيكتز دي مشاريع تمام ريسنت دي وقت فيه كل المشاريع اللي انا كنت فاتحها البرودوكتز دي انت تجرب بتاعت الدي فايب اللي وقت برو وكده تمام في حاجات بقى زي اللايت وفي حاجات دي ساة هتنزق قريب آآ تاني حاجة فيه الإيبنتز دي الإيبنتات بتاعت دي فايب اللي بيعملها سواء بقى لايف استريم بيشرح في حاجة جديدة او هيعمل افديت جديد او عامل لايف افنت او كلام ده تمام جيت ستارت ده هو ده بيديك موديلز جهزة نفس فكرة لوميون بيديك حاجات جهزة انت تتدرب عليها بتحمل الموديل بيقب خلاص على جهزك بيقدر تتدرب عليه براحطة تمام نيوز دي طبعا بقى الاخبار بتاعت دي فايب تمام تاني حاجة هنا طبعا البروجين بتاعنا بيظهر هنا تمام دوت هنا آآ دوت آخر افديتت السنازل من كم يوم تاني حاجة الوركفلو بي في هنا كم حاجة كده اولهم الرندر واللايت والسنك اللايت ده لسه مجيش بس يعني هاش راحط لقتي ايه هو الرندر دوت لقى الدي فايب الرندر دي البروجين بتاعه ده في بقى عندك مشاكل عندك توصل الفايل انت محمل في البرنامج عايز تمسحه الكلام ده كله من هنا تمام في عندك النيوز برضو والنوتز بتاعت ريليس تاعت اخر حاجة والكلام ده كله جيت ستارتد ده بيديك زي فيديوهات سامبلز بيعلمك دي فايف تمام يا دوت هنا بيقول لك ماستر دي فايف في عشر دايئة هو بيديك توتوري للمجتدئين في البرنامج تمام دي حاجات كلها خاصة بالشانل بتاعت دي فايف والاسم ايه والويب سايت بتاعه تمام تمام الهايلايتس دي اهم الحاجات الرئيسية او الاساسية في البرنامج او الحاجات الجديدة تمام فهم ده فوق الانيميشن الحاجة جديدة الدافت الاسيت لايبيري ازا تفيها حاجات الهاي فيتشرز وهكزا تمام فدي الهايلايتس بتاعاتهم الحاجات المهمة في عندك هنا فيو الفيتشرز هيفتح كل الفيتشرز اللي هو اللي عنده تمام الاندستري سوليوشن بيديك ازاي تستغبم البرنامج وتعمل رندر في اي حاجة من دول سواء الانتيريور او الاركتكتر او تمام بيديك مهمة للبرنامج طيب تاني حاجة اللايت اللايت دوت هو لسه ولكن دوت اللي انا متوقعه انه هو هيبقى نسخة تانية من اخف عشان البرامج اللي هي ايه او الاجهزة اللي مش مستحملة البرنامج تمام هيبقى فيها اكيد يعني برضو اكيد اكيد لازم اقليها تتحكم في البرنامج بتاعتك البرنامج اللي هو ديفايف بتاعك في البرامج زي التمسيات في同 فيتقاء وعشان اي تعديل ، عشان اي ضربوا في البرنامج يحصل هنا تمام ده كده اللي هيفسنك. طيب الوركس بيس بتاعتك نرجع تاني الهوم. الوركس بيس الوركس بيس ديت هي فيها البروجيكتز بتاعتك. لما بدوس هنا بيجيب لك كل البروجيكتز اللي انت اشتغلت عليها. على البرنامج ده. تمام? وفيه برضو لو دست على البلاس ده. في عندك نيو او اوبن. نيو ده بيفتح لك مشروع جديد من الصفر. واوبن دوت بيفتح لك مشروع انت تفتح قبل كده. بتفتح بقى جهازك وبتجيب المشروع ده. وهنا بيجيب لك اخر حاجات انت اشتغلت عليها زي برضو لوميون بيجيب لك اخر كم حاجات انت اشتغلت عليها بتدوس وتشتغل وتكمل اللي انت قد تعمل. تمام? تمام. فيه برضو على اليمين هنا. لو انا مش عايز ادوس هنا على البلاس ده. في عندي على اليمين نيو اوبن على طول. يعني لو دوسنا البلاس هتلاقي نيو هو جيبهم هنا عليمين على راكي. لو انت عايز تشتغل بسرعة مجرحات ما تروح هنا بروجيكس والكلام ده كله هو هنا على كده. تمام. طيب فيه وفيه هلب. الهلب كده كده بيدخلك على الويب سايت بتاعهم عشان تجوف لو عندك استفسارات او اسئلة والكلام ده كله. في كم حاجة خفيفة دوت لغة البرنامج تمام? اه من اي ميز تو تري دوت هتصغر البرنامج ينزل على جنبك تمام? دوت انا مشغله ان مجرد ما بشغل الجهاز البرنامج بيشتغل اوتوماتيك. تمام? لو انا مش عايزه خلاص بقفل. تمام? تمام. دوت مكان تصطيبك للبرنامج. البروكسي ما بنستخدمهش دوت لو انت عندك اه حاجات للاقب الانترنت بتاعتك وكده فتفعل البروكسي دوت. ولكن انا مستخدمش البروكسي. تمام. فيه اخر حاجة التاب دوت فيه الاكاونت بتاعك. تمام? دوت الاكاونت بتاعك. اللايسنس بتاعتك ونوع اللايسنس والكلام ده كله. دو اخرج عشان تدخل اكاونت تاني. لو دوست هنا يوديك الويب سايت بتاعهم برضي. تمام? فده كده كل ما يخص الوجهة دي. تمام? اه ان شاء الله في الفيديو الجاي هادخل هعمل نيو بروجيكت. طب ثاني. احنا نعمل نيو بروجيكت دلوقتي وفي الفيديو الجاي نشرح بقى البروجيكت من جوا. اول مرة تفتح البروجيكت بيكون بطيء. تمام? ولكن بعد كده ما جرم البروجيكت بيتعمل تيجي تفتحه وبيبقى اسرع بكتير. تمام? فاول ما يشتعل هارجعلكم. تمام. البروجيكت اشتعل معنا. اول ما بيفتح بيبقى فيه اه بيجينرز جايد. تمام? دوب بتدوس. مجرم بتدوس عليها وبيبي وقل لك كل تاب بتعمل ايه وكده. انا بنسبة لي دون شواجين. تمام? اه بالنسبة للفيديو النهاردة هو خلص خلاص. من شاء الله في الفيديو الجاي. هعلمكم كل تفاصيل الوجهة اللي انتم شايفينها دي. واحدة واحدة وهنشرحها كلها. تمام? فيديو النهاردة خلص. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.